مرحبا. هذا سؤال ثاني عن القيمة المتوقعة والتباين والإنحراف المعياري. أعطيني جدول في يوسين وقيم سين وقيم حاسين وطالب مني ثلاث مطالب قيمة متوقعة ميوس سقما تربيعي وهو التباين والإنحراف المعياري. أول شيء القيمة المتوقعة. طبعا واحد أول مطلوب القيمة المتوقعة اللي هي ميو. رمز القيمة المتوقعة ميو. الميو له قانون اللي هو مجموع سين في حاء سين. خلونا ننشئهوني على الطرف جدول. عشان نطلع منه المطالب. كيف بطلع الميو كيف بطلع التباين يعني اللي هي القيمة متوقعة والتباين وخراف المعياري. برسم جدول هون طرف الوراء. بسم هذا الجدول إلى صفوف وأعمدة. بدي يكون فيه أربع عمدة عمود الأول. العمود الثاني. العمود الثالث. وهذا العمود الرابع. طبعا شو بعب بجوه العوامد. بعب بجوه العوامد اللي هي قيم سين. العمود الأول قيم سين. قيم حاء سين. خلاص نصنع أول عمودين. بشان نبدأ ننشئ نطلع نواتج العمود الثالث والرابع. وبكتب قيم سين. قيم سين موجود عندي بالجدول جاهزة. عشرة. خمستاش. عشرين. خمسة وعشرين. وبكتب مقابلة قيم حاء سين. طبعا هو المفروض المفروض انه مجموع قيم عمود او صف حاء سين. تساوي واحد. لو جمعناهن هيك جينا جمعناهن. رح نلاقي بوينت واحد زائد بوينت اتنين زائد بوينت ثلاثة. هدولي بوينت ستة. بوينت ستة وبوينت اربع. تساوي واحد صحيح. طيب الآن عندي إلنا القانون تبع ميو. لان ما استفدنا شيء. قانون الميولي هو القيمة المتوقعة. مجموع سين في حاء سين. هلأ بنشئ هوني عمود جديد. اسمه سين في حاء سين. كيف بطلع قيم سين في حاء سين. بضرب اول قيمة بسين بالقيمة المقابلة بحاء سين. بشتغل شغل صفوف. قيمة سين في حاء سين. قيمة سين في حاء سين. قيمة سين في حاء سين. بضرب عشرة في بوينت واحد. بالآلة الحاسبة. عشرة في بوينت تساوي واحد. كتبوني واحد. خمسة عش في بوينت تساوي تلاتة. كتب تلاتة. عشرين. بروح للقيمة اللي بعدها. عشرين في بوينت تلاتة تساوي ستة. بروح للقيمة اللي بعدها خمسة وعشرين في بوينت أربعة تساوي عشرة. بيجي هلأ بجمع هين النواد جد طلعت لعشرة وستة ستة عشرة. ستة عشرة وستة عشرة. ستة عشرة. ستة عشرة. هاي قيمة ميون. خلاص طلعت قيمة ميون عشرين. بكتب مقابلة وتساوي عشرين. تمام. بيجي هلأ للمطلوب الثاني اللي هو تباين سيجمة تربيع يساوي لها قانون مجموع سين تربيع في حا سين الكل ناقصا ميوت تربيع طيب كيف بدي يطلع هذا انا الطرف الاول من القانون الطرف الثاني عندي يا ميو طلعت بعشرين ميو تربيع عشرين تربيع اربعمية مو مشكلة الطرف الثاني جاهز عندي كيف بدي طلع الطرف الاول طرف الاول متجدول بنشأ عمود جديد اسمه سين تربيع في حا سين تمام وببدأ بضرب اول مرة نحن ضربنا قيمة سين في حا سين هلأ لا بدرب قيمة سين ولكن تربيع بربعة شوف حتتلك بالاحمر تربيع عشرة تربيع في بوينت واحد عشرة تربيع في بوينت ون طلع عندي عشرة اكتبها هون وللخان اللي بعدها خمسة عشر تربيع في بوينت تو طلع لي مية وعشرين ولولا القيمة اللي بعدها خمسة وعشرين تربيع في بوينت فور طلع لي ميتين وخمسين هاي النواتج مجموعة مجموعة يساوي من جمعهم بلاحل الحاسبي بطلع عندي الناتج أربعمية وخمسة خمسة وعشرين قيمة ازلنا او ميتين وعشرين ثلاثمية وسبعين ثلاثمية وسبعين زائدا خمسة وخمسين طلع عندي اربعمية وخمسة وعشرين اربعمية وخمسة وعشرين هذه ليست التباير ولكن مجموع سين تربية في حاء سين. يعني انا هلأ صار عندي شقين جاهزات للقانون. طبق بالقانون وبقول له سيجما تربية تساوي مجموع سين في حاء سين اللي هو هذا الشق. الشق الاولان يعني. الشق الاولان مجموعه اربعمية وخمسة وعشرين. ناقصا ميو تربية ميو تربية نحن طلعنا قيمة ميو عشرين. اذا ميو تربية تساوي كم? تساوي اربعمية. بالالة الحاسبة عشرين تربية تساوي اربعمية. برجع بكتب القانون تاني مرة. سيجما تربية تساوي اربعمية وخمسة وعشرين. ناقصا اربعمية. تساوي خمسة وعشرين. اذا التباين يساوي. طلعنا نحن الميو قيمته عشرين. التباين قيمته خمسة وعشرين. هلا نجح لانحراف المعياري. لانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي للتباين. انا بما اني طلعت التباين عندي هون. خلص اذا ونرمز لانحراف المعياري بسيجما بدون تربيع. اذا سيجما تساوي الجذر التربيعي لسيجما تربيعي. ومنه سيجما تساوي جذر التربيعي للخمسة وعشرين بالالة الحاسبة جذر الخمسة وعشرين تساوي خمسة. هذا والله اعلم ورد العلم اليه اسلام.